الزمالك واسموحة منتظر الزهور الاول لمصطفى شلبي سامسون كان سامسون بيقوله ان هو لسه مش فت سامسون في القائمة سامسون في القائمة تعال نشوف قائمة الزمالك يالله جماعة قائمة الزمالك كانت تالي في حراسة المرة ومحمد عواد محمد سبحي محمد نديم وفي خاط الدفاع عمر جابر وحمزة المسلوسة ومحمود حمد الوينش ومحمد عبدالغاني وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري واحمد فتوح ومحمد عبدالشافي خاط الوسط محمد أشرف روقة وزكريا الوردي وامام عشور ويوسف إبراهيم أوباما وسيد عبدالله نيمار واحمد مصطفى زيزو ومحمود عبدالرازق الشكبالة وفي الوجوم سيف الدين الجزيرة ويوسف أسامة نبيه وسامسون ايكنولا بالمناسبة مصطفى شلبي مش موجود ونضاي كمان نضاي عنده اصابة في العضلة الخلفية او شد في العضلة الخلفية نشوف قائمة سموح الهاني سليمان وعمر صلاح واحمد السعداني في حراسة المرموة وفي خاطر دفاع خاد عبدالفتاح وشيف رضا ومحمود الملك واحمد شوشة واحمد حكم ومحمود شبانة ومؤمن عبدالرب خط الوسط طريق علاء وابرهيم عواد واحمد مصطفى ومحمد باسم رشيد ومحمد نادي ومحمد مكرونة خليك فاكر محمد مكرونة داوات لا خليك فاكر بجدد عشان ده العيب كويس اوش انا شوفته في التدريبات والكابتن احمد بسنادي سموح استغنع الناس كدير كابتن احمد شايفه انه هيبقى يعني موهبة كبيرة اوي حسين فيصل والصباحي كابتن طايل عشري عفونا انا مش هافر ليه والكابتن احمد كوشي للسماع في سموح خط الهجوم او بكر اليادي وصديق اغولا وريدر برجيجي وقاليا سيلة ودوكو دودو وبنيمين بواطنج اللعب الوافد الجديد من الاتحاد السخندري مكرونا كابتن اعاشر قال لي هيبقى من اللعيبة المهمة جدا شوفناه في التدريب واحنا بنصور هناك لا شكله لعيب موهوب اوي من الشباب من فريط الشباب تشكيل الارب للزمالك اعتقد كلنا لسه غادلاتي مش عارفين فريرة السنة دي بعد التدعيمات هيرجع لطريقة اربعة اللي هو بيحبها واللي كسب بيها مع الزمالك دوري الفين وخمستاشر ولا هيلعب بطريقة المعتادة تلاتة اربعة تلاتة فاعتقد نوعه يبتدي تلاتة اربعة تلاتة وهيغير في نص المباراة طبعا التشكيل زي ما بيعمل كل مرة اعتقد نوعه يبتدي بالتلاتة محمود حمد الوينش ومحمد عبدالغاني وحمزة المسلوسي على الشمال هيكون احمد فتوح على اليمين هيكون سيد نمار وهيكون اتنين في نص الملعب امام عشور وعمر جابر وهنشوف بقى السنائية اللي ممكن تتعامل ما بين اعتقد ممكن يلاعب عمر جابر باك رايت عشان يستفيد من السنائية اللي دايما بتعمل ما بين امام عشور وما بين عمر جابر اللي شفناها مع المنتخب وفي نص الملعب ممكن يكون زكريا الوردي ده لو ملعبش سيد نمار باك رايت قدام طبعا احمد سيد زيزو لا غنى عنه وسيف الجزيري وهنا طبعا نظرا لعدم موجود مصطفى شلبي وعدم لجوند ابراهيم انضاي اعتقد نه ممكن يكون يوسف سامنة به وهي دي تشكيل الاعرب لنادي الزمالك ما اعتقدش انه ممكن يبتدي بشيكبالا اعتقد شيكبالا دايما يبضل ورقة ربح لدي الزمال محمود دايما بتشرف ودايما بتنوري سمتعدة جدا شكرا جزيلا